اشتركوا في القناة والحمد لله رب العالمين يعني اجريت عملية وتمزرعت شبكات في القلب والحمد لله الامور الان بدأت تستقر شيئا ما وتفغيد الله رحمه الحمد لله رب العالمين فبعتذر لانه هاي هذا الامر فجأة فما كان في مجال اني انبه او انوه او اطلع لايف حتى بالمنظر اللي انا كنت فيه يعني تركت بس انه بعض الاخو اللي سألوا يعني شرحت لهم الوضع وقاموا بالتعليق مشكورين انهم حاولوا يوصلوا الرسالة الى اللي كانوا يتساءلوا ايش سبب الانقطاع بس في ملاحظة قبل ما ندخل على التوقعات انه ابتداء من بداية الشهر ان شاء الله رح ارجع بتطويل التوقعات اليومية يعني نرجع نشرح اوسع شوي يعني تقريبا بخلال الفترة هاي راجعت بعض الامور واستشارت على اساس انه اجزئ التسجيل يعني بلاش اني انا اسجل الحلقة كاملة فاجزئها واسجلها على شكل اجزاء وبعدين اعمل لها منتجة وادمجها مع بعض اسويها حلقة واحدة فعشان هيك الحلقة ممكن نرجع انه نتوسع فيها اكثر ونشرح شوي عن البيوت او نتأثيرات في بعض المنازل على الابراج على حسب الاوضاع ان شاء الله انه مع بداية الشهر بنعمل لنا حلقة كتجربة اللي هي واحد اثنين ومنشوف شو رأيكم فيها اذا عجبكم الوضع منكمل ما عجبكم الوضع منرجع للوضعية اللي احنا موجودين عليها خلينا نروح على توقعاتنا اليوم لانه اليوم فيه وضع فلكي اللي هو تراجع وطارد وهو امر لازم الكل ينتبه منه امر مش هين فعشان هيك لازم تركزوا معي في توقعات اليوم اللي هو اليوم السبت ثلاثين واحد القمر طبعا ما زال موجود بالاسد لساعات الصباح بعدين بده ينتقل للعذراء هو متواجد في منزلة الصرفة وهي للربح والضرر والخراب والاصلاح بين الشركاء ثبات الموظفين يعني رح تمكث هاي المنزل لغاية الساعة خمسة وخمسة مساء يعني تقريبا طيلة النهار هو رح يكون موجود في منزلة الصرفة في منزلة المساء الساعة خمسة وخمس دقائق مساء بتوقيت جرينيتش ينتقل لمنزلة الطرف وهي للمضرة والمشاكل فالمنزلتين مش منزلات هينة فعشان هيك بتكونوا حذرين خلال هذا النهار طبعا بما ان القمر رح يكون موجود بالاسد في البداية فبيكون الناس من حولنا في هاي الفترة اكثر كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفين مع الحبيب بوسع نتقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة وبوسع نقتراض المال واستثمار أو اقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس انيقة بتلفت انتباه الاخرين النا طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية ففي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر وعطارد قبل خلو المسار وهي رح تكون في تمام الساعة وحدة وثلاثة وخمسين دقيقة صباحا بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طبع طبعا بعد الزاوية هاي بيبدأ خلو المسار يعني الساعة وحدة وثلاثة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج يعني بتوقيت الاردن تقريبا اربعة الا خمس دقائق فجرا ورح يستمر لغاية الساعة ثمانية ودقيقتين يعني عشرة ودقيقتين صباحا بتوقيت الاردن وهذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة لطبعا الحدث اللي رح يصير هو تقريبا بحدود الساعة اربعة وواحد وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج هو تراجع كوكب عطارد رح يبدأ التراجع هذا زي ما حكينا ساعة اربعة وواحد وخمسين دقيقة مساء ورح يستمر التراجع حتى منتصف لليل يوم عشرين على واحد وعشرين اثنين في نفس برج الدلو طبعا التراجع رح يكون قرابة الثلاث اسابيع يعني بمعنى انه امتداء من اليوم لغاية واحد وعشرين منتصف الليل يعني عشرين على واحد وعشرين احنا منقول يعني ليل عشرين على واحد وعشرين التراجع مدة ثلاث اسابيع طبعا تأثيرات التراجع دائما بتبدأ بالتشويش يبلب ثلاث ايام لخمس ايام بيكون له تأثير كبير على حياتنا فترة التراجع بنشعر بتشويش في حياتنا اليومية بيبدأ التأثير السلبي للتراجع قبل حدوثه بخمس ايام في المجالات طبعا بتركز على مجالات معينة سلبية تراجع وطارد بما انه هو كوكب الاتصالات ام فممكن تتعطل بعض الهواتف بصورة مفاجئة او ضيع رسالة في البريد او يتأخر طرد بريدي اكثر من المعتاد بالاضافة اذا تكتظ حركة المرور وبننتظر طويلا في السيارات عادة ممكن تكثر الحوادث السير بشكل ملحوظ تزداد السرقات لسيما سرقت السيارات نهيك عن خراب او تلف فجائي بحلب برضو بالسيارات من ناحية كهربائية او المتور تاعها او الكمبيوتر الخاص بالسيارة من لاحظة ايضا فترة التراجع وطارد انه عدد الاجهزة الكهربائية في البيت بتتعطل بصورة فجائية وبدون سابق انذار ازاي جهاز التلفزيون او المداع او الكمبيوتر او الثلاج غسالة اشياء مثل هاي اه في هاي الفترة ايضا يجب الحذر اثناء توقيع عقد ما اذ يجب فحص بنوده بشكل جيد لالا يتسرب بند ماء ويسبب لنا متاعب في وقت لاحق طبعا اللي بيقدر انه يأجل او بوسعه تأجيل توقيع العقد يعمل خصوصا لبعد نهاية التراجع اللي هو بعد ثلاث اسابيع واذا ما قدر ومنطر انه يوقع عليه بده يتأكد ويراجع بنوده بند بند ويركز بشكل كبير بدقة متناهية ويستشير اهل الاختصاص في هذا الموضوع عشان ما يتسرب اي بند ويكون ضدك مش معك اه كما انه بالفترة هاي ما مننصح اي شخص اه في فترة التراجع من كفالة شخص اخر ماليا في فترة التراجع وطارد من لاحظة عدم استقرار الوضع المالي بصورة عامة اه خصوصا اه ارتفاع العملة بشكل مفاجئ نزولها بشكل مفاجئ فالاشخاص اللي بيعملوا في مجال المضاربة في السوق المالي او البورصة او اللي بيتعاملوا بتغيير العملات بدهم يكونوا اكثر وعي بالفترة هاي خصوصا ان الاسعار رح تكون متذبذبة بين الاتجاهين اما صعود فجائي او نزول فجائي فبتكون التوقعات غير مضمونة على السعر المالي والذهاب والاشياء هاي من الامور السلبية هي النسيان والتشويش لانه بيصعب علينا بالفترة هاي انه نتفقد حاجياتنا لاسية من مفاتيح اوراق ثبوتية اه وخصوصا اللي بيشتغلوا في مجالات الدراسة بت بتخف عندهم القدرة على الاستيعاب وبتزول الرغبة بالتحقق او الالتحاق بدورة دراسية اكثر من الاشخاص اللي يعني اكثر الاشخاص اللي يجب عليهم الحذر هم موليد برج الدلو الجوزاء والعذراء الجوزاء والعذراء طبعا ليش حطيناهم لانه هو كوكبهم فعشان هيك هم اكثر ناس رح يتأذوا بالفترة هاي او تكون تأثير واضح عليهم فالجوزاء والعذراء والدلو هم اكثر ان الاشخاص اللي بدهم ينتبهوا بالنسبة لتأثير تراجع وطارد على جميع الابراج بالنسبة للحمل والنشاطات الاجتماعية والصداقات بدهم يديروا بالهم مزبوط بالنسبة للثور بالمركز الاجتماعي والعلاقة مع المسؤولين برج الجوزاء في السفر والاتصالات البعيدة والامور القضائية بدهم ينتبهوا اثناء القيادة في الاماكن المجهولة وبرضو من الاماكن المجهولة قيادة السيارة ومن الاماكن المجهولة السرطان باي شيء بتعلق بالاموال المشتركة بالقروض يعني كانت اليك او كانت عليك الاسد صعوبة بالتفاهم مع شركاء المال والعاطفة وممكن يصير مواجهات ما بينهم بين شركاهم او ازواجهم بدهم يحذروا العذراء بدهم ينتبهوا على صحتهم وعلى العمل وخاصة بعلاقتهم مع الزملاء الميزان العلاقة مع الاحباء لسيام الاولاد العقرب بالامور البيتية والعقارية والعائلية القوس بالسفر داخل المدن والعلاقة مع الاخوة والجيران والوقت غير مناسب لشراء سيارة يكون بالنسبة لهم الجدي ناحية المالية بدهم يديروا بالهم من المصاريف الزائدة او السرقة اه والكفالات الدلو بدهم يحافظوا على سمعتهم وانجازاتهم القائمة بسبب التشتت الذهني ما يخالف القوانين برضو الحوت اه تعامل مع المؤسسات الكبيرة اللي بيشتغلوا بالمؤسسات الكبيرة او لهم تعامل مع المؤسسات الكبيرة بدهم يكونوا محاذرين طبعا بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التثليث ايجابية رح تكون بين القمر وارانوس رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وواحد وخمسين دقيقة مساء بتعزز قدرتنا في استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك اما بالنسبة للقمر بما انه في العذراء فخلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس واحد اثنين رح يبدأ في تمام الساعة احداش وتسع دقائق ظهرا ورح يستمر حتى تمام الساعة احداش وخمسة وعشرين دقيقة ظهرا برضو او بعد الظهر لا ينتقل القمر لبرج الميزان اما بالنسبة لعمر القمر طبعا عمر القمر احنا بفترة انحسار المحدب صار سبعتعشر يوم في تمام ساعة اربعة وسبعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرانيتش بيصبح ثمنتعشر يوم نسبة الاضاءة خمسة وتسعين في المية يعني هو مكتمل بلشين حصر بالنسبة للمحدب للشكل اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس منتحس في الدلو حتى يوم ثمنت past2 منتحسي بنسبة اربعين في المية القمر في الاسد بدي انتقل العذراء زي ما ما حكينا بدي استقر فيه لغاية واحد اثنين استعيد بنسبة اربعين في المية عطارد في الدلو بيتراجع حتى يوم واحد وعشرين اثنين استعيد بنسبة خمسة عشر في المية اليوم سعيد بنسبة خمسة عشر في格 جديد الجدي حتى يوم واحد اثنين منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية المريخ في الثور حتى يوم أربعة ثلاثة منتحس بنسبة خمسة وسبعين في المية المشتري في الدلو حتى يوم ثلاثة عشر خمسة منتحس بنسبة خمسين في المية زحل في الدلو حتى يوم ثلاثة وعشرين خمسة منتحس بنسبة عشرة في المية ورنس في الثور حتى يوم عشرين ثمانية سعيد بنسبة خمستاش في المية نبتون في الحوت حتى يوم خمسة وعشرين ستة سعيد بنسبة خمستاش في المية بلوتوف الجدي حتى يوم سبعة وعشرين أربعة سعيد بنسبة خمستاش في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتظل العاطفة قوية لديكم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتكون تنتبهوا لصحتكم أكثر بيتراكم في هاي الفترة العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم برج الثور اتجنبوا ادخال أي تغيير جذري على مسكنكم أما في ساعات الصباح فبتبحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بأحبائكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وفيه انفراجات وتطمينات ورومانسيات برج الجوزة اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بدو يركز بشكل جيد وخاصة ما قبل ساعات الصباح أما من ساعات الصباح فبتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية وممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي برج السرطان اتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح تنشطوا في أمور العلاقة بالتنقلات والاتصالات الأهم إنكوا تكونوا أكثر وعي على الطرقات برج الأسد أنتم نشيطون مع ذلك واصلوا عمل بدأتم فيه من قبل وما تبادروا لعمل جديد أما في ساعات الصباح فبتنهمكم بضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من السرقة أو الضيع برج العذراء ما تشعرون به من تعب وتراجع في الصحة بيزول مع اقتراب ساعات الصباح من عن ساعات الصباح بتمتلؤوا بنوع من أنواع النشاط والحيوية وبتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لا يتناسب وضعك الحالي بتتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك برج الميزان بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتدخلوا فترة غير مريحة وبتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم أهمش أنك ما توقع على عقد وما تحسم أمر فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج العقرب حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنشطوا بين الأصدقاء منكم ممكن شارك في حفل أو مناسبة سعيدة برج القوس اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد أما في ساعات الصباح فبتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أهمش أنك تتجنب الخلافات وسعى لتلطيف الأجواء برج الجدي اتفحصوا حساباتكم المالية وإحذروا من أي خطوة مالية جديدة أما من ساعات الصباح فبتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو اتصال بعيد كنوا أكثر وعي على الطرقات وخاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن برج الدلو بيتركز اهتمامكم حول موضوع الشراكة لا تلزموا أو تلتزموا اتجاه الطرف الآخر لغاية ساعات الصباح طبعا هذا التأثير بظل من ساعات الصباح بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة انجز الواجبات بدقة حتى ولو كثرت وحاول تنفيذها دون تردد وما تلتهي بالأمور الثانوية برج الحوت وصلوا عملكم السابق وانتبهوا لصحتكم أكثر أما في ساعات الصباح فابترغبوا في تعزيز شراكاتكم كنوا أكثر تفهما لوجهة نظرهم اللي هو الطرف الآخر أو الشركاء وحاذروا من الخلافات وحاولوا ما ضخم الأمور بشكل كبير هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء